اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فسنحاول أن نتحدث في خطب عن العلم الشرعي لأنه هو الضابط لتصرفات الناس في الحياة وهو الضابط لعقائد الناس ولسلوكاتهم ولمعاملاتهم فإذا غاب العلم الشرعي حل ما حله الجهل وإذا حل ما حل العلم الشرعي الجهل تصرف الناس بالجهل معناه يسيئون ولا يحسنون وحتى إنهم قد يظنون أنهم يحسنون وهم يسيئون لنا لأن العلم الشرعي ما كينشل لغديبي لهم هال إحسان هال إساءة ولهذا ما أحوجنا العلم الشرعي الصلاة بالعلم الشرعي والحج بالعلم الشرعي والصيام بالعلم الشرعي والتعامل مع الناس بالعلم الشرعي بل الوفاة يودع الإنسان بالعلم الشرعي وينزل إلى القبر الميت بالعلم الشرعي ويختم بالعلم الشرعي بمعنى من الدعاء له بالرحمة والمغفرة العلم الشرعي هو قوام الحياة هو منظم الحياة فلا بد منه والناس يتفاوتون فيه بين القليل وبين الكثير ولا يدعي أحد أنه يجمع العلم الشرعي كله لا لكن الناس يتفاوتون فيه ولا بد من شيء منه على الأقل العلم الشرعي هو العلم الذي أنزله الله وحياً على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ليبلغه للناس أجمعين فالموحى به إليه القرآن الكريم أولاً والسنة النبوية ثانية لقول الله تعالى في صورة النساء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً ولقوله تعالى في صورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم الآية عباد الله إن الآية الأولى جمع الله فيها بين الكتاب والحكمة وهي السنة أنزل الكتاب والحكمة وبين في الآية الثانية أنه أوحى إلى نبيه العلمة فوصفه بأنه روح ونور وهو كذلك لأنه يحيي القلوب الميتة ويخرج الناس من الظلمات إلى النور وهذا المعنى هو المشار إليه في قوله تعالى في صورة الأنعام أو من كان ميتاً فأحناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارجٍ منها قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف في أمر دينه في عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب من القيام بأمره وتنزيه عن نقائص وما دار ذلك على التفسير والحديث والفقه وهناك علم أخرى فالعلم الشرعي عامٌ شاملٌ يستوعب قضايا الناس ومستجداتهم في الحياة إلى قيام الساعة فهو العلم بالله وأسمائه وصفاته والعلم بما أخبر به الله ورسوله من أمور الغيب وأحوال الآخرة والعلم بحقوق الأنبياء وما يجوز في حقهم وما لا يجوز وما يجب على العباد نحوهم والعلم بتفسير كتاب الله والعلم بالسنة القولية والفعلية والتقريرية وعلم الفقه الذي يفهم به شرع الله وأحكامه في العبادات والمعاملات والجنايات والعقوبات المقدرة وغير المقدرة وعلم الميراث وعلم الحلال والحرام في الأنكحة والتجارات وسائل العقود في حياة الناس إلى غير ذلك من العلوم إنما هذه من باب الأمثلة فقط لأن العلم الشرعي هو يستوعب الحياة كلها ما من مسألة إلا وفيها حلال أو حرام إلا وفيها قال الله وقال الرسول ما وجدنا مسألة ما وجدنا شيء لها الحكم لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لكن أصول أخرى لا بد منها كالإجماع كالقياس فلا بد من الرجوع إليهما لكن من يرجع إليهما من له علم بذلك أي بالقواعد التي تساعد على فهم النص الشرعي أو على فهم الواقع نفسها عباد الله إن العلم الممدوح بإطلاق العلم الممدوح بإطلاق ولا يذن هو العلم الشرعي لأنه العلم الوحيد الذي يبين حقوق الله على عباده وحقوق العباد فيما بينهم ويبينوا ما للإنسان وما عليه وحقوق الحيوانات أي كيف ينبغي أن تعامل ومعلومون أنه ما من حق إلا ويقابله واجب فكل من كان لا حق فعليه واجب ومن حرص على أخذ حقه فعليه أن يحرص على أداء الواجب إن العلوم أنواع منها المحمود ومنها المذموم وكل علم ينفع الناس في دنياهم ولا ينفرهم من دينهم أو يشككهم فيه فهو علم محمود ممدوح ومن العلوم المذمومة علم السحري علم السحري من العلم المذمومة التي لا يرغب في تعلمها ولا فيها علم السحر ولهذا كان السحرة والسواحرة الساحرات من أقبح الناس ومن أقبح ما يفعلون لأنهم يفعلون ما يسيئون به إلى أنفسهم ثم إلى غيرهم وفيه من ذلك العلم الذي يسمى العلم الذي يقوم به هذا السحر وبالحقيقة ليس علما لأنه شيطانه هذا الجانب الذي يقوم به رجل أو امرأة إنما يقوم بما يغضب الله وبما يخالف شرع الله فإذا مات غير تائب منه فانسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ولهذا شر الأعمال ما يزاوله الساحر والساحرة قلت ولقد علموا يقول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق وهذا في سياق قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق أي ما عنده ناصب في الآخرة ولا ياذب الله ومثل السحري كل علم يعارض به القرآن نجي شيء واحد دعي أنه عالم تبارك الله دكتور كبير عنده خمسة دكتورات ويجيب ما يسميه هو علم يعارض به أحكام الشرع ويعارض به عقيدة الإسلام ويعارض به الأنبياء والرسل هذا كفر ولا ياذب الله هذا علم ممقوت وليس علما لأنه يعارض كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعارض شرع الله أصلا فهذا لا يسمى علما والعياذ بالله قلت ومثل السحر كل علم يعارض به القرآن الكريم ويعارض به الرسل آلهم الصلاة والسلام جميعاً يستعمله أصحابه من الكفار ومن جاراهم للدعوة إلى الضلال وصرف الناس عن الحق والهدى أو التشكيك في صلاحية الإسلام لتنظيم حياة الناس وحل مشكلاتهم وضبط حركاتهم في الحياة في كل زمان ومكان أي هذا يتم بالعلم الشرع لا يتم بغيره وإنما هو يقوم بهذا ليشكك الناس في كون الإسلام صالح لكل زمان ومكان أو في كون الإسلام قادر على أن يحل مشكلات الناس كأنه يقول للناس اعتمدوا على عقولكم وعلى تجاربكم وخلوا ذلك الشيء الأخر ذلك الشيء قديم خلاص نتهى الوقت يلو من اعتقد هذا وقال هذا كفر والعياذ بالله لأنه يشكك في دين الله عز وجل وينوفر الناس من دين الله ويعارض بعقله شرع الله أو التشكيك في البعث بعد الموت والقرآن مملوء بالآيات الدالة على أن الإنسان إذا مات بعثه الله يحييه الله ومن العقيدة الصحيحة الإيمان بذلك البعث بعد الموت والحساب والعقاب قال الله تعالى في صلاة غافر فلما جاءت مرسولهم بالبينات فرحوا بما عندهم العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سألوا الله الأفوال عباد الله إن منزلة العلم وأهله العاملين به عند الله عظيمة كما جاء في آي القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وقد امتنى الله بالعلم على رسوله بقوله في صورة النساء وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة هذا امتنان الله على نبيه بأنه هو الذي أنزل عليه ذلك وهو الذي علمه ما لم يكن يعلم وامتنى الله به على الأنبياء السابقين كذلك كما قال تعالى في حق إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهديك صراطا سوية تبعني تبعني أمن بي وقد نهديك الصراط المستقيم ما تبقاش على ما أنت عليه نسأل الله لا أفو ولا أفو في الدنيا والآخرة وقال تعالى في حق يقوب عليه الصلاة والسلام وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى في حق يوسف عليه الصلاة والسلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل إلى حاديث وقال تعالى في حق داود عليه الصلاة والسلام وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء كتعرفوا رسول إمان وأبوه داود كان نبيين ملكين جمعوا بين الملك وبين الرسالة فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ونسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا أحياء أواميتين وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق وينصرنا على أنفسنا وأهوائنا وشياطيننا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لولاكم الرسائل المسلمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الولي القاهر الذي على كل شيء قدير أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أنه الإله الحق رب العباد أجمعين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله طيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن تابعيهم وتابعيهم تابعيهم بإحساننا يوم الدين عباد الله كما امتنَّ الله على عباده الأنبياء بنعمة العلم امتنَّ على عباده المؤمنين أتباع الأنبياء قال تعالى في سورة البقرة ولأُتمَّ نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم بها لم تكونوا تعلمون الآية وقال تعالى في سورة عبد عمران لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعت فيهم رسولًا من منفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين وقد أمر الله تعالى نبيَّه بطلب العلم وما أمره بطلب الاززياد من شيءٍ إلا من طلب العلم لقوله تعالى في سورة طهَى وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا والمراد بالعلم في هذه الآية العلم الشرعي لأنه أفضل العلوم وأعلاها منزلةً وقدرًا في الإسلام لأنه العلم الذي يربي الإنسان المؤمن به ظاهرًا وباطنًا على الآداب الرفيعة والأخلاق الفاضلة وعلى رعاية الأمانة وعلى خشية الله وتقواه في السر والعلن وعلى ما يجب على العباد معرفته من حقوق الله وحقوق العباد وما يجب الابتعاد عنه من المعاصي والموبقات والشبهات عباد الله لا استغراب من الامتنان على الأنبياء وأتباعهم بنعمة العلم لفضل العلم والعلماء العامرين به في الإسلام وقد قال الله تعالى في سورة المجدلة يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتل علم درجات وقال تعالى في سورة الزمر قل يستو الذين يعلمون والذين لا يعلمون روى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ومن سألك طريقا حديث طويل ومن سألك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وروا البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولانتزال هذه الأمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله بحديثي روايات هذه منها وروا الإمام المسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكثيرا ما تسمعون هذا الحديث من عمل عملا كيف ما كان نوع ليس عليه أمرنا من وفقش للشرع فهو مردود على صاحبه معناه من عمل عمل عن جهلين أو عن هواه أو عن تقليد لغير الإسلام حل اللي يبغى وحرم اللي يبغى أو عبد الله كيف ما بغى هو موجه كيف ما بغى الشرع قال لك هذا العمل غاك يضيع فيه الوقت مردود عليه وإذا كان مردود عليه ما عمل والو وإذا ما عمل ماله ويحاسبه على التفرق سأل الله الأفوال العافية الحديث رواه البخاري معلقا في كتاب الاعتصام ورواه أيضا برواية أخرى عباد الله إن حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد معدود من أصول الإسلام أي عده العلماء من أصول الإسلام ومن قواعده فهو بمنطوقه يدل على بطلان كل عمل مخالف للدليل الشرعي يشمل العبادات والمعاملات بكل أنواعها وأحكام القضاة في قضايا الناس وغيرها أو يشمل غير هذه الأمثلة إن كل عمل خالف شرع الله هو غير مقبول مردود على صاحبه للا وجب تعلم شرع الله ليعلم ما يجوز وما لا يجوز ليعلم ما يجوز وما لا يجوز كما هو مفهوم الحديث حيث يدل على وجوب تعلم العلم الشرعي لأن من عمل عملا موافق للشرع كان عملا بالعلم لذا وافق الشرع وما وافق الشرع كان مقبولا إذا توفر فيه الإخلاص لله تعالى بذلك العمل وكان العامل متبعا لشرع الله في عمله وقد قال الله تعالى في صورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشد بعبادة ربه أحدا نسأل الله العفو والآفية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والآفية في الدنيا والآخرة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واللهم عن الخلفاء الراشدين نبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة الباقين من عشرهم والشرين بالجنة وعن سائر الصحب أجمعين وعن تابعين لهم بإحسان لهم الدين اللهم فعنا بمحبتهم وعنا على آثارهم ولا تخالبين عن نجيهم وطريقهم يا أكرم المجيب ويا خير مستجيب وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى اللهم أريل حق حقا وارزقوا اتباعه وأريل باطل الباطل وارزقوا الشنابة في كل كل خير واعينه عليه وأصلحه وأصلحه ولي عهده مولي حسن وأنبت نبات حسنة اللهم أنبت نبات حسنة اللهم أنبت نبات حسنة وأنبت أبناء المسلمين الجميعا ذكرا وإنتا نبات حسنة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عمنا سيئاتنا وتجعلنا من عبادك الصالحين وأن تحيينا على دينك اللهم حببنا للإيمان وكرهينا الكفر والفسوق والنفاق والشيقاق والأسيان واجعلنا على النهج الأقوم إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا أقوالنا وأعمالنا ومعاملاتنا وكل حركاتنا ووفقنا لما تحب وترضى منا يا ذي الجلال والكرام إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا نرزقنا التباعه وأرنا الباطر الباطر أرزقنا الشابة ووفقنا لكل خير وأعنا عليه وأصلحنا وأصلح بنا وأصلح على أيدينا وأصلح ابناءنا وزوجاتنا وأصلح المسلمين جميعا وأصلح حكام المسلمين جميعا وأصلح ولاة أمر المسلمين جميعا وأصلح كل أبناء المسلمين ذكرا وإنثا إنك على كل شيء قدير اللهم رد بالمنحرفين منهم إلى دينك ردا جميلا اللهم رد بالمنحرفين منهم إلى دينك ردا جميلا اللهم رد بالمنحرفين منهم إلى دينك ردا جميلا إنك على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لولاكم لسائل المسلمين والحمد لله رب العالمين